كانوا بيعلمون في الموروس يعني أن لما الإنسان بيموت ويدخل القبر هما ثلاث أسئلة بيتفتش في كتابك على الإجابات عن الثلاث أسئلة الثلاث أسئلة دول هما الدرجات العظمى في الكتاب عايز تبدأ صفحة جديدة في حياتك لازم من الأول وإنت بتبدأ صفحة جديدة تحط في بداية الصفحة وفي راس الصفحة إجابة الثلاث أسئلة الكبار اتكتبهم التفاصيل الجاية سهلة قولي نفسك الوقت عايز إيه؟ عايز إيه من الدنيا دي كله عايز إيه من بيتك عايز إيه من صحتك عايز إيه من شغلك عايز إيه من علاقاتك عايز إيه من مراتك عايز إيه من عيالك عايز إيه من البلد عايز إيه من الحكوم عايز إيه كانوا بيعلمون في الموروس يعني أن لما الإنسان بيموت ويدخل القبر ويقول له من ربك وما دينك وما نبيك مع أن القبر أصلا ليس صحة حساب يعني أنت مش هتخش القبر تتحاسب الحساب يوم الحساب الحساب بقى ده بتاع درجاتك وأعمالك فيه ثلاث أسئلة برضو غير الأسئلة اللي هم يعلموها للناس الموروز اللي هي من ربك وما دينك وما نبيك بتاعة القبر لأن الفكرة غير صحيحة أصلا الحساب يوم الحساب هم ثلاث أسئلة بيتفتش في كتابك على الإجابات عن الثلاث أسئلة الثلاث أسئلة دول هم الدرجات العظمة في الكتاب من ربك ده أول سؤال لماذا تعيش الآن ثلاث سؤال ماذا تريد عايزين احفظوهم يا جميع ثلاث أسئلة ضخمة ضخمة من ربك الآن من ربك من أكبر حد في حياتك من أهم حد في حياتك اثنين لماذا تعيش لماذا تأكل لماذا تشر لماذا تتزور لماذا تحيا لماذا تنام لماذا تصغل لماذا تستيقص لماذا تعيش ثلاثة ماذا تريد الله لا 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 واحدة واحدة عليك كده لأن أنا سمع كلام يودي في دهية يودي الجنة اخد بالك اهم ثلاث أسئلة في الاختبار انت عندك في اختبار حياتك ملايين الأسئلة ملايين وانت بتقعد على فكرة تضيع وقتك في الملايين دي بتقعد تركز في أسئلاتك أسئلة كتير 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 ودي وحريس قوي انك ما تغلطش في الاختيارات وسايب اهم ثلاث أسئلة عليهم درجات العظمة من ربك لماذا تعيش ماذا تريد طب بلحظة يا الأسئلة دي لها إجابات صحة وإجابات غلط طبعا طبعا طب إيه الإجابات الصحة خد بالك الإجابات الصحة هنا انت مش هتحفظها وتكبها في ورقة ده انت هتعيشها يعني بيفتحوا كتابك كده يدوروا على إجابة سؤال من ربك من ربك في الصفحة دي من ربك في الصفحة دي من ربك من ربك فبيبقى الإجمالي رب الشخص ده الأنا رب الشخص ده الشغل المدير البيت اللي مش عارف كزا رب الشخص ده المال آه يبقى دي الإجابة بتاعتك هس الإجابة انت مش هتحفظها الإجابة هيلقوها موجودة في مواقفك المختلفة من رب هذا الشخص فر يلا آه ده طلع ربه المنصب المنصب هو ربه اللي بيحوم حوالي أول سؤال كل سقط فيه طب الإجابة الصحة إيه؟ ربي الله ربي الله نحن إيه؟ أدى بيتي بيتي مش ربي أسرتي دي مش ربي لا ربي الله اللي هو رب هذا البيت فيارب أنا أعبدك في هذا البيت خلاص شيل البيت أدى الشغل يا رب أنت رب هذا العمل وأنا أعبدك يا ربي في هذا العمل شيل العمل عيالي أنت رب هذه الزرية فأنا أعبدك في هذه الزرية في هذه الزرية شيل الزرية وهكذا المال يترى المال ربك يترى الشهر ربك يترى المنصب ربك يترى المجتمع ربك يترى 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 يا هل ترى خد بالك كلام ده مفوش هزار ثاني سؤال لماذا تعيش والله بقى يعني كل واحد يعيش عشان هدف أنا بقى بحط لي هدف أنا بحط لي رسالة أنا بحط لي غاية كل واحد بيجاوب على سؤال يا باشا لماذا تعيش يعني أنا بقول لنفسي أمين لماذا تعيش من الآخر في كلمة من غير ما عود أقول آه أنا بعيش عشان عيالي ما تجذبش طب وقبل عيالك كنت عايش لإيه أساني أنا بعيش عشان مجتمعي طب ولو المجتمع ده تغير بتعيش لإيه طب أنا بعيش عشان طب لو دي مش ما بتعيش لإيه لماذا تعيش يا تجاوب صح فتعدي يا تقعد تلف والدور فهتلف والدور طب إيه الإجابة الصحة من ربك الإجابة الصحة ربي يلا في البيت في الشغل في العمل في المال في الوقت ربي يلا السؤال الثاني لماذا تعيش لعبادته بس أسلي قولولي إن أنا عشان أبقى كذا أسلي أنا عشان أبقى مفيد للبشرية أسلي أنا عشان أهدي الناس مش عايف لكذا أسلي أنا أعمل مش عايف إيه إصلاح وتعمير في الأرض أسلي هي جابة واحدة أعيش لعبادته باكل عبادة له بشرب عبادة له بنام عبادة له بتجوز بجيب عيال بسكن بتحرك بجيب فلوس بصرف فلوس بعمل شغل بجيب شغل بكلم الناس بسكت عن الناس كل ده ليه بعبود ربي بس في كل التفاصيل والكليات يبقى تاني سؤال لماذا تعيش لعبادته أول سؤال من ربك ربي الله لماذا تعيش لعبادته اللي هو مين اللي هو ربي ده تاني سؤال جاوبته صح تعدي جاوبته غلط يا ويلك طب السؤال ده احنا هنسأله لك شفاهية لا احنا هنفتح قراصة الإجابة بتاعتك وندور على الإجابة حي مش هنسألك السيدة مش هتحفظ وتضحك علينا في شفوي والكلام للحركات بتاعت الدنيا دي لا كل حاجة في كتابك متسجلة انا هفتح الملف بتاعتك تخيل كده مثلا جهاز مخابرات قوي بيقولك احنا معنا الملف بتاعتك وهنعمل معاك استجواج جهاز مخابرات قوي يعني بقى مسجلين اتصالاتك ومسجلين صوتك في مواقف مختلفة ويمكن مسجلينك فيديو في حاجات والعملية سيديهاتك ملفاتك الصوتية أوراقك تحركاتك مواصلاتك كل حاجة في ملفك وهنعمل معاك استجواج وهنسألك هو هتفكر انك هتضحك علينا شفاهية كل حاجة هنا يا بشر مش معنى انك هتتكلم او انك هتدافع وتبرر ان ده هينقص من اجابتك الاجابة كلها هنا فسؤال لماذا تعيش مش هسألك وتعد تلفه بالدور ما حدش هلفه بالدور على الله ولا على الملأ الاعلى ولا على الادارة ادارة هذا الخلق الله سبحانه وتعالى وملائكتك الذين يوم القيامة سيحملوا العرش ولا هيقفهم يشهدوا على الحسابات فالسؤال الثاني لماذا تعيش نفتح صفحات العبد ده ونشوف آآ بيعيش آه عشان ولاده نفتح ولاده 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 واتبالك الثلاثة اسئلة دول مرتبطين ببعض يعني من ربك لماذا تعيش ماذا تريد لازم الإجابة في تلقائي او بشكل متكامل بتبقى واحدة في الثلاثة بتبقى نفس الإجابة في الثلاثة فانت ممكن يبقى من ربك اتجاه ولماذا تعيش اتجاه تاني بقى أنت هنا يعني مش هيفوتولك واحدة لما يلقوا إجابتك بقت مختلفة كده عن النموذج الصح مش هيعتقوك في أي اختيار هنا لماذا تعيش هنا بيعيش عشان نفسه وهنا لماذا تعيش هنا بيعيش عشان الناس ويعينه هنا لماذا تعيش يبقى تاني سؤال انت غضبت فيه لماذا تعيش أمال إيه الإجابة الصحة أعيش لعبادة الله هو قالك كده هو خلقك كده فأنت ما تقلفش من عندك رسالة للحياة ولا هدف للحياة ولا غاية للحياة خد بالك الأهداف الصغيرة زي مثلا أننا أتجوز أننا أجيب عيال أننا أشتري عربية أن أنا مش عارف أشتري كذا أننا أسافر الأهداف الصغيرة دي برضو لماذا تعيش الأهداف يعني ما تقولش أنا عايش عشان أسافر أنا عايش عشان أتجوز غلط فيه أهداف صغيرة أنت عايزاً مش مشكلة لماذا الأهداف دي لعبادة الله فيه أهلا نساء لبدا كانت تاني سؤال السؤال الثالث ماذا تريد ماذا تبتغي ماذا تريد شوف على فكرة الثلاثة أسئلة دول كاشفين للنفس والله لو أنت قعدت مع نفسك قبل ما تعود القاعدة بتاعة الحساب لما أنت لازم تعودها مع نفسك لو قعدت مع نفسك وسألت الثلاثة أسئلة دول لنفسك بوضوح هتكشف قبل ما تكشف على رؤوس الأشهاد ماذا تريد قول لنفسك الوقت عايز إيه عايز إيه من الدنيا دي كلها عايز إيه من بيتك عايز إيه من صحتك عايز إيه من شغلك عايز إيه من علاقاتك عايز إيه من مراتك عايز إيه من عيالك عايز إيه من البلد عايز إيه من الحكومة عايز إيه ماذا تريد نفتح نشوف إجابات العبد ده كان عايز إيه آه هنا هنا عايز وهيموت على انه ياخد شهادة جامعية ماشي هنا عايز نظرة الناس ولو تبقى حلوة ماشي هنا عايز وهيموت على ان يبقى عنده وسط هنا عايز شغلانة بأي وسيلة هنا عايز العيال بتوعه يبقوا يعني يرضوه يدلعوه يشخلعوه ماشي هنا عايز الناس تقدروا تحترموا وتعزوا عايز ايه ده صائد في الاجابة وما ليه الاجابة الصحة هي كلمة واحدة ومش كلمة انت هتقولها كلمة هيشوفوها في كتابك عايز رضاه يبقى الاجابات الصحة من ربك ربي الله لماذا تعيش لعبادته ماذا تريد رضاه وبس رضاه فلما هو يرضى يرضيني رضي الله عنهم ورضوا عنه انما لما تبقى عايز الناس تقدرك عيالك يخدموك الشغل يديك منصب ولا مكانة ولا تقدير المش عارف المرتب يزيد كل الحاجات اللي انت عايزها بتمثل في الآخر إرادة كبيرة يعني ده عايز ايه في الآخر عايز يبقى سعيد عايز يبقى مستمتع عايز يبقى مثلا حر في الحياة ملحد بقى كده فكل هدفه في الحياة الملحد مثلا أو ايا كان انه يبقى عايز حريته ولا فيه بقى دين بيقيده ولا انا عايز ابقى حر يعمل حج انت عايز ايه بنتي انا عايز ابقى انحل من مش عارف ايه والبتاع انا عايز ابقى حرة ليش علاقة بقى ولا باهل ولا مجتمع ولا بتاع ولا بإله ولا بدينه انا عايز ابقى حرة انت في الآخر عايز هي دي الأسئلة الكبيرة في الحياة من ربك لماذا تعيش ماذا تريد جاوبت على الثلاثة غضط كل الأسئلة الباقية ملاش لازم جاوبت صحة او غضط جاوبت على الثلاثة صحة كل الأسئلة الباقية ليه كفوسحة فيها انك تصح او تغلط انك بتتعلم في الأسئلة التانية دي انما التلاتة دول لا